العودة إلى إقامة الصلوات الخمس بالمساجد والجوامع بداية من اليوم بولايات تونس وأريانا وبنعروس ومنوبة مع الالتزام المشدد بتطبيق البروتوكول الصحي توقياً من فيروس كورونا بالإضافة إلى تعليق صلاة الجمعة إلى حين إشعار آخر كانت من ضمن الإجراءات التي أعلن عنها ولاة إقليم تونس الكبرى المجتمعون أمس كما تقرر أيضاً وبداية من اليوم استئناف نشاط الأسواق الأسبوعية مع إجبارية ارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدية بالإضافة إلى التمديد في ساعات العمل بالنسبة إلى المطاعم إلى الساعة السابعة مساءً مع السماح لأصحاب المطاعم بالعمل ليلاً دون قبول المواطنين وذلك ببيع المأكلات عبر التوصيل المنزلي وفي سياق متعلق أيضاً بتخفيف القيود المفروضة على الأنشطة الثقافية بسبب انتشار وباء كورونا قررت اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا استئناف عدد من الأنشطة الثقافية تدريجياً مع مراعاة احترام البروتوكول الصحي وذلك بداية من اليوم كما سيسمح بتنظيم الورشات والتمارين وحلقات التكوين في المجالات الثقافية والفنية والأمسيات الشعرية مع تطبيق التدابير الوقائية اللازمة مع سماح أيضاً بممارسة الأنشطة الخاصة بالأروقة الفنية والمكتبات مع اعتماد بروتوكول صحي خاص اللجنة العلمية سمحت كذلك بتأمين بعض العروض وبثها بتقنية ستريمينغ كالعروض الموسيقية والشعرية والكوريغرافية والمسرحية وفي مجال التراث تم الاتفاق على الاقتصار على الأنشطة التي لا تستهدف حضور جمهور كبير مع احترام طاقة استيعاب الفضاءات الثقافية على ألا تتجاوز خمسين بالمئة مع احترام البروتوكول الصحي اشتركوا في القناة